أكد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام التزامهما بوقف إطلاق النار الذي يدخل حيز التنفيذ من منتصف أو دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة أمس الأحد وقال مصدر في أنصار الله والمؤتمر نؤكد أننا وفي ضوء المشاورات والنقاشات التي أجرينها مع الأمم المتحدة خلال الأيام الماضية قمنا مساء السفت الموافقة 9 من أبريل 2016 بتسليم رسالة بالتزامنا بوقف إطلاق النار إلى مبعوث الأمير العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ بما يضمن إيقاف كافة الأعمال القتالية والعمليات والتحركات العسكرية البرية والبحرية والجوية على كامل أراضي الجمهورية اليمانية والذي سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية عشر مساء يوم الأحد وأضف المصدر كما سلمنا كشفا بأسماء مندوبينة في اللجان المحلية لتثبيت وقف إطلاق النار معبرا عن أمله في التزام الأطراف الأخرى باحترام وقف إطلاق النار والالتزام بمتطلباته فور دخوله حيز التنفيذ